الأهل الحقيقة حدوثة كبيرة وكروية تلامس سماء القمة بالتأكيد طبعا بطولة السوبر الأخيرة بطولة غالية ونجاح رائع لميستر كولر النهاردة الحلقة كلها حضورة عن هذا الرجل عن ميستر كولر أنا حابب النهاردة في البيت الكبير أتكلم عن مدربنا لما تعاقد النادي الأهل مع ميستر كولر أنا الحقيقة تكلمت مع زملاء كتير وسألت كتير عن هذا المدرب عشان أعرف يعني بيفكر إزاي وإزاي ممكن يكون مدير فني ناجح بعد اختيار إدارة الكرة للنادي الأهل لميستر كولر حقيقة أنا كنت على يقين أن الأهل جاب مدرب كبير لكن بصراحة وأقول لحضراتكم بمنتهى الصراحة لم أكن أتوقع هذا التأكلم السريع بصراحة سر قوة ونجاح كولر في قدرته على التأكلم السريع علاقته الطيبة باللاعبين على فكرة النهاردة أنا بتكلم مع حضراتكم أنا جمعت كل ما يخص هذا الرجل من لاعبين ومن إداريين ومن غرب خلق الماء من كل حاجة الرجل ده جنتلمان قوي في التعامل مع الكل لكنه في نفس الوقت قوي قوي جدا 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 في قط اللبس هتوقع تقولي بقى قط اللبس ومش قط اللبس قط اللبس دي أهم شيء لأن هذا الرجل عامل المعادلة الصعبة لأنك تحبه وتخاف منه تحترمه وتبقى عايز تثبت وجودك قدامه وبرضه هو عادل جدا جدا في تقييم وصريح مع اللعيد عجبني قوي لما بعد الماتش اللي فات قال ماتش أسوان على ما أتذكر أو ماتش الزمالك مش متذكر الحقيقة لكن قال عجبني الدخلية أنا آسف لما قال أنا مش عجبني الاستهتار حتى لو الفريق كذبات وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده في مباراة ستة واحد الأهلي والزمالك لما فاز النادي الأهلي على نادي الزمالك ستة واحد منوال جوزي هذا المدرب الأسطوري أنا ليه بقارن كولر مع أني ما بحبش المقارنات ليه بقارن كولر بمنوال جوزي لأنه منوال جوزي في عقول جمهوري الأهلي هو المدرب الأسطوري اللي دايما الناس بتحب تشوفه والناس تحب تسمع عنه مجموعة اللاعبين اللي لعبت مع منوال جوزي كان جيل ناجح جدا جدا قدر أنه يصل مع منوال جوزي لكل منصات التتويج اللي حضرتك تتخيلها مع منوال جوزي فكيف نجح منوال جوزي مع هذا الجيل من اللاعبين اللي كان كله 30 لاعب مثلا كان كلهم نجوم نفس الكلام بينطبق تقريبا الكلام اللي أنا بسمعه أنه كولر نفس الشكل أو نفس الوضع ولكن بطريقته طبعا أنه إزاي تخاف منه وإزاي تحبه إزاي تحترمه وإزاي تبقى عايز تعمله كل حاجة جوه الملعب مع أنه المباراة اللي فاتت كان حتى كبرا الفرقة ده اللي كنا بنشوفه من منوال جوزي كمان بالمناسبة تدريبات كولر مختلفة فيها شغل وبرامج كتيرة جدا وبرامج جديدة كتيرة وجديدة أنا بقول لكم بقى يعني اللي بيتعمل جوه الفرقة الراجل عامل حالة جميلة اللاعبة مش بتزهق من التمرين أنا في آخر الفترة مع مدير فني سابق للنادي الأهلي اللاعبة كانت بتكلمة يا عم اسلام زهقنا يا كابتن والله مش قادرين زهقنا كل يوم تقسيمات تقسيمات زهقنا دلوقتي الحقيقة الوضع مختلف تماما اللاعبة مش بتزهق من التمرين هتقول لي هو ممكن تزهق؟ آه ممكن أزهق طبعا لأن لو بتمرن كل يوم تقسيمة 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 اللي هي كرة يعني خمسة اللي هي فريق ضد فريق آه حازهق لكن دلوقتي اللاعبة مش بتزهق من التمرين لأنه مش شكل موحد ممكن يكون الغرض اللي عايزه واحد ولكن الشكل مختلف كل يوم بيتقال حاجة كل يوم بيتقال حاجة محاضراته الفنية فيها جديد وبيذاكر المنافس كويس جدا هذا الرجل يستحق أن احنا نقف في ظهره خلال الفترات القادمة الفترات القادمة بالمناسبة الخطوة الأولى كانت خطوة ناجحة 100% 100% 6 ماتشات من 6 ماتشات 2 أفريقيا 2 دوري أو 2 دوري و2 أفريقيا 4 دوري و2 أفريقيا و1 كاس السوبر يعني 7 ماتشات 7 ماتشات تواخد فيهم 10 من 10 واخد فيهم 10 من 10 وبالتالي احنا حنفضل في ظهر هذا الرجل وحنفضل وقفين معاه وحنفضل في ظهره في كل شيء كجمهور وكلاعبين وكجهاز فني بقية الجهاز الفني يعني وأيضا مجلس الإدارة نحن الأفريقيا وحنفضل في ظهره في ظهره في ظهره في ظهره في ظهره في ظهره في ظهره